ننتقل الآن إلى الجلسات المعرفية المتوازية للجهات الفائزة في الجوائز المؤسسية في الدورة التقييمية 2021 متابعينا الكرام سينقسم الآن البث المباشر إلى قاعتين افتراضيتين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتوارثنا هذه القيم وحافظنا عليها رغم تطور وتغير اسلوب الحياة واعتبرناها مسئولية تجاه كل زائر مطارنا هو البوابة فتكلم نحن عن تورثنا القيم عبر الأجل وحافظنا عليها بس مطارنا هو البوابة الأولى والأخيرة لأغلب زوار والمسافرين العابرين وهو مكان لأخذ الانطباع الملموس عن الدولة ونحن نرى أن هذه مسئولية وطنية مهمة جدا ممكن الواحد يتساءل كيف يتم ترجمة هذه القيم إلى عمليات المطار فنحن نشوف تلبية احتياجات المسافر بطريقة استثنائية يعكس حرصنا على وقت وراحة المسافر وهي أدية الانطباع جيد عن المدينة وفي النهاية يعكس أصالة الضيافة لدينا في دولة الإمارات العربية فإذا الواحد يشوف شو هي ستة احتياجات لكل مسافر مكان آمن ونظيف إجراءات سفر سهلة وسريعة خدمة أمتعب كفاءة عالية توفير منافذ بيع لكافة احتياجات المسافر توفر بيئة ملائمة لترفيه لكافة العمار وثقافة الترحاب لجميع العاملين في المطار لكم أن تتخيلون أنه لو أي شيء من هالأشياء تم الإخلال بها من ناحية أنه مثلاً المكان وشنظيف أو إجراءات السفر الصعبة السمعة للمكان تدنى بشكل كبير جداً فمهم جداً من ناحية المطار والعاملين فيه والشركاء الاستراتيجيين لذلك أن نرتقي بخدماتنا وترتقي بخدماتنا ما نتكلم الحين عن أبرز محطات التمييز عبر 60 عام من الإنجازات تمييز الضيافة تبدأ من المطار في 1960 ولها الحمد ارتفعت أعداد المسافرين في 2014 طرنا أكثر مطار ازدحامة وفي 2019 وصلنا تقريباً 87 مليون مسافر وحافظنا على هالم مكان التنافسية لمدة 9 سنين لين اليوم فبتشوفوا من أبرز التغيرات هذه بين 1969 كانت عندنا 9 ناقلات تخدم 20 وجهة واليوم عندنا 73 ناقلة تخدم 190 وجهة وهذا إنجاز كبير بس اليوم نحن ننافس مع مطارات الدولية ليس فقط من ناحية عدد المسافرين ولكن من جانب جودة الخدمة أيضاً والحين بخليكم مع فيديو يستعرض المسيرة ترجمة نانسي قنقر 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 بس ما يخفع عليكم طبعا أثر الجائحة على قطاع الطيران بشكل كبير فانخفضت حركة المسافرين عندنا منسبة 70% في 2020 تدنى عدد الركاب إلى 26 مليون من 87 مليون تراجعت الرحلات الجوية بأكثر من 50% وأيضا تراجع انشغال المقاعد إلى أكثر من 80% ولكن كيف كانت بريقة استجابنا لهذا الشيء فاستجابا للجائحة والمتضربات الصحية المستجدة للمسافرين ضاعفنا جهودنا في أخذ جميع التدابير الاحترازية فرصنا على سلامة المسافرين وتلبية جميع المتضربات وجهات السفر لضمان استمرارية الرحلات ففي هذه الأثناء شفنا أنه في نوعين من المسافرين نوع كان متخوف ونوع كان متعطش للسفر فحاولنا نناخذ بعض الإجراءات على اساس أن نطمئن الناس على اساس أن يقدرون يسافرون وتستمر الرحلات بشكل كبير فحصلنا على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي بالسنتين على التوالي وإنشارة بنكملها من ناحية الجهود المبذولة في الحفاظ على الصحة وسلامة المسافرين وفتحنا واحد من أكبر مختبرات الPCR في المطار أيضا وخذنا الفرصة في انخفاض عدد الرحلات في تطوير المدرج الشمالي تأهبا لمرحلة التعافي نتكلم طبعا عن هذه أحدث أرقام عمليات المطار من نصف الأول من عشرين واثنين وعشرين تداولنا 910 ألاف طن من بضائع الشحن كان فيه 155 ألف حركة إقلاع وهبوط كان فيه أيضا أرقام مشرفة من ناحية منوات المسافرين مثل وقت الانتظار عند مراقبة الجوازات أقل من 5 دقائق إلى 96% من ركاب متوسط أوقات الانتظار عند تفتيش الأمني في منطقة المغادرون من 3 دقائق 97% من الناس يستورقون بس 3 دقائق وأخذ هالفرصة أن أتقدم بالشكر للشركان الاستراتيجيين على دعمهم لغايتنا الموحدة لتقديم أفضل معايير لخدمة لأنه بدونه ما كنا بنقدر نحن نقدم لخدمة على هذا المستوى العالي أيضا عن 92% من جميع الأمتعة تم تسليمها في غضون 30 دقيقة من هبوط الطاهرة ومثل ما تشوفون الأشياء اللي حاصرة في مطارات الثانية حول العالم هذا رقم جدا ممتاز فطبعا الإحصائية الأخيرة حتكلمنا عنها هنا خلال الستة شهور اللي طافت ناولنا تقريبا 28 مليون مسافر وهذا يعتبر نمو 160% عن العام اللي قبله الكثير ممكن يتساءل منكم كيف قدرنا نحقق هذه الأرقام في بداية فترة التعافي كيف حصنا هذه الأرقام فنتكلم الآن طبعا عن عوامل النجاح وعلى رأس العوامل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة أيضا عن التعاون المشترك بين الشركاء الاستراتيجيين اللي شفنا ثماراته في الشريحة السابقة تطور المستمر باتباع أفضل للموارثات العالمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والموارد ارتباع لمنهجية البرامج الحكومية للتميز والتحسين المستمر والأخذ والعمل برأي المسافر والشركاء هاي لمحة من أبرز الإنجازات اللي حصلنا عليها والمشاريع اللي تم تسليمها في 2019-2022 وكثير منها يعني مرتبطة بشكل جدري لحسن الضيافة فبنتكلم عن بعض هذه النماذج في الشرائح القادم أول شيء نتكلم عنه هو تطبيق المطار المجتمعي حكماً المطار يضم عدد كبير من المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية التبادل للمعلومات أمر هام جداً ويصب في تسهيل عملية تحسين خطبة المسافر بس شوفوا التطبيق منصة رقمية مواحدة لتبادل فوري للبيانات والمعلومات حول الخدمات وعمليات المؤسسات المختلفة 37 ألف شخص يستخدم هالتطبيق ويسهل على قادة الوحدات المسؤولة من تحسين إدارة المواد واستجابة للفورية وطبعاً تم اعتماد التطبيق كمثال الأفضل الممارسات المبتكرة لعرضه في المنصة الحكومية والمؤتمرات المحلية والدولية أكلمكم أكثر عن الخصائص الموجودة في هذا التطبيق يعرض حركة المسافرين في جميع المناطق جدة الازدحام وتفاصيل عنه حالة الأمتعة جميع المشاكل الفنية الحالة الجوية ومعلومات عن جميع الرحلات بشكل مفصل بس في خاصية مهمة جداً للتطبيق وأكلمكم عنها اللي هي طلب المساعدة الطبية يمكن لأي موظف في المطار من أي جهة أو أي مؤسسة إذا شاف حصلت حالة طبية تدعي تدخل السريع فممكن يفتح التطبيق هذا ويطلب من الخدمات الطبية لوصول لهذا المكان بأسرع وقت ليسعى في الحالة الشيء الثاني اللي بتتكلم عنه اللي هو أنظمة قياس الطابور للانتظار دائماً نحرص على أن تكون مدة الانتظار للمسافر محدودة سابق واجهنا صعوبة في قياسها المؤشر بدقة فاستعملنا نظام وعبارة عن برنامج وأجلسة استشعار ثلاثة الأبعاد توفر لنا معلومات بشكل دقيق وعلى مدار الساعة يسهل على القادة وموظفين صفو الأمامية اتخذ القرارات وسرعة استجابة لإدارات العمليات وتوفير رحلة سلسة لمسافرين فبتشوفون النقاط الحمرة الموجودة على الشاشة هذا يدل أن فيه زحمة في هالمكان فممكن المدير الموجود المناوب ممكن يأخذ الإجراءات لأن يطرش بعض الموظفين في هالأماكن للحد من الزحمة وهذا أيضاً من قبل شركاء استراتيجيين أضاء وساعدنا على قياس أداء الفعلي للعمل على اساس أن نقدر نقيس الأداء بين مدراء المناوبات لدينا أيضاً برنامج ريل تايم دي أكس بي هي منصة لمراقبة لأنشطة تشغيلية في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات السريعة المنصة تربط أكثر من عشر مراكز تحكم موحدة وهي تابعة طبعاً لشركاء الاستراتيجيين فتبني أحدث التقنيات لترجمة البيانات الخام إلى معلومات مفيدة عن حركة الضيران فسحابة البيانات تتيح لمجال لدمج المعلومات لأكثر من خمسين نظام في أماكن مختلفة وهذا يساعدنا على وضع سيناريوهات المتوقعة لدعم اتخاذ القرار والتعاون بين الشركاء الخدمة هذا جزء ثاني من ناحية أن احترام وقت المسافر نقلل إذا فيه أي تأخير من الطائرات أو من العمليات الموجودة في المطار والحين بنعرض لكم جزء من هالبرنامج مثل ما تشوفون في طائرات موجودة على المدرج تحرك تروح للإقلاع أو تنزل الهبوط والحين بنشوف بشكل دقيق كيف نقدر حركة المسافرين وكيف هذا الشيء يساعدنا على تخطيط مكان الطائرة من ناحية أي مبنى أو أي باركينغ بالضبط فندخل الحين على الطائرة نفسها وتشوفون وين بيروحون مسافرين للترانزيت فمثل ما تشوفون اختاروا عندنا الموظفين أن مكان الطائرة يكون قريب للأماكن الثانية عساس أن ينزل المسافر نقدر نوصل الأمتعة بشكل سريع ومو بلازم أن يمشي مسافات طويلة نتحدث طبعاً الخدمات الترفيه الرقمية هنا لدينا بين أفضل خمس شبكات واي فاي في المطارات العالمية ووفرنا خدمات ترفيهية مثل OSN بشكل مجاني لجميع المسافرين لمدة 24 ساعة واشتركنا مع خدمة ماكستر تقديم أكثر من 7000 مجلة للمسافرين وعند أطلقنا أيضاً منصة التسوق الإلكتروني DXB & More اللي تتيح خدمة طلب الطعام وشراء منتجات مختلفة من المتاجر المتوفرة في المطار السوق الحرة هذه منصة تتيح لك الطلب المسبق ويتم توصيل لك المنتج أين ما كنت في المطار وهذا طبعاً لفاعدة العوائل والناس اللي ما عندهم وقت مثلاً هم بين طيارتي حالياً الخدمة توفرها في مبنى ثلاثة كونكورس بيو سي ونطرح إنشار المشروع في المباني المتبقية قريباً مقولة مهمة عن المستقبل وتطلعات المستقبل من صاحب السمو الشيخ حمدان بمحمد بن راشد المكتوم ولياها الدبي نحن في الإمارات كما علمنا صاحب السمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم دائماً عيوننا على المستقبل وصناعة غد أفضل للجميع فسق الدبي اختصرها مطارها الدولي فخلال ست عقود انطلق من مدرج متواضع مبنى صغير يصبح الأول عالمية حركة السفر الدولية ويرحب عبر تاريخه بأكثر من مليار ومئة مليون مسافر فهذا المقولة دائماً دخلينا نفكر في المستقبل من ما حد مدى جاهزية المؤسسة من حيث مطالبة المسافر المستقبلية تطبيق أعلى معايير الاستدامة لمواكبة طرعات الحكومة وغيرها وفي النهاية كل ما حققناه اليوم بفضل توجيهات تعم القيادة الرشيدة التي دائماً تحثنا على تحقيق المستحيل مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما تخطى دبي الدولي مطار هيثرو تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل شكراً على حسن استماعكم شكراً على حسن استماعكم ستكون صاحب بعض المستحيل